سابع نقطة ودي نقطة مهمة جدا اللي هي عمل تصميم نظيف أو كلين ديزاين طيب ده ازاي؟ أو معناه ايه؟ ببساطة معناه اننا نطلع تصميم مفيهوش كركبة أو أسلاك بينه أو عناصر ملهاش أهمية أو اكسسوارات وتفاصيل على الحائط أو على الترابيزات أو الأثاث ملهاش لازمة كل ده هياخد من بساطة أو هدوء التصميم أو الغرفة وهيزود رصدها من الإحساس بديق المساحة وتشتيت العين طبعا لازم نستغل الزوايا والحوائط بشكل زكي في المساحات الديئة فبنحاول ان احنا نعمل أماكن تخزين رأسية على الحوائط أكتر من أماكن التخزين الأفقية اللي بتكون على الأرض وبنحاول نوفر أكبر قدر من المساحة الأفقية أو الأرضية لتواجد الآثاث أو لإن هي تبقى فاضية وده شيء مهم جدا بنسميه مسارات الحركة هنتكلم عنه في النقطة اللي جاية ياريت كمان الأماكن اللي هنستخدمها كتخزين مايكونش الحاجات اللي بنخزنها فيها بينة أو واضحة للعين علشان ده هيسبب تشتيت العين وإحنا عايزين نوصل في التصميم لأبسط شيء علشان مايأثرش على إحساسنا بالمساحة بطريقة عكسية غير اللي عايزين نوصل لها اللي هي إني أحس إن الفراغ مش دايق أو مساحته مش صغير فمسلا لو استخدمت رفوفه على الحائط للتخزين ممكن أستخدم عليها بوكسس وخزن فيها اللي محتاجينه أو ممكن الرفوف تكون مقفولة بأبواب ولكن نخلي بالنا يكون عمقها مش كبير وتكون ألوانها فتحة أو ممكن نستخدم بوكسس للتخزين تحت قطع الأثاث أو ممكن نستخدم آثاث يدعم التخزين ونستخدمه كقطع آثاث ومكان للتخزين في نفس الوقت وبكده نكون وفرنا مساحة كمان نحاول زي ما قلنا في النقط اللي فاتت إن أي مكان للتخزين نستخدمه يكون بلون فاتح أو لو عايزين نستخدم لون غامق نستخدمه بس في مساحات صغيرة